قبل ما روح لأخبار الزمالك حقول لكم خبر حصري في النادي الأهلي كهرباء بيتمرن وراجع وعايز يحل الأمور موسيماني رافض يتعامل مع كهرباء رافض يتعامل مع كهرباء الموضوع بالنسبة له مقفول تدخل الكابتن سايد عبد الحفيز وقال له أنه هو هيحل القصة وأنه هو هيوعد موسيماني الكابتن سايد اللي هيوعد موسيماني أنه هو هيتعامل مع كهرباء وأن الأمور حتكون متغيرة 180 درجة الفترة القادمة وأنا بكلمكم دلوقتي موسيماني أخذ القرار أن الموضوع انتهى ولكن بتدخلات كابتن سايد عبد الحفيز أكيد موسيماني حيدي له الفرصة حيدي الكهرباء الفرصة إزاي والشكل اللي حيديها له بيه إزاي أكيد الأمور مش هتبقى سهلة كهرباء نزلت مرة مبارح والنهاردة وملتزم في الجيم وملتزم بشكل كبير جدا ولكن واضح أن المواضيع اتعقدت بشكل كبير جدا موسيماني وجهة نظره أن النادي الأهلي دايما بيعمل انتصاراته بتنفيذ المبادئ بغض النظر أهم من أي لعيب وقال في الغرف المغلقة لكهرباء قدام الناس قال له أهم منك ومني ومن كل اللعيبة اللي قاعدة دي ولو أنت مش موجود وأنا مش موجود وناس كثيرة مش موجودة حيفضل يكسب النادي الأهلي ولكن القرار المفاجئ بالنسبة لي أن موسيماني أخذ القرار بعدم التعامل حد يسألني أمنياتك أمنياتي أن أمور موسيماني تهدى وتبقى في فرصة أخرى وهي ممكن تكون الفرصة الأخيرة لكهرباء داخل النادي الأهلي ومع موسيماني كمان علشان يقدر يعود تاني ويقدم الكورة اللي هو دايما معاود الجمهور عليها تمنى له إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق